ثقافة بشكل عام بالعراق بعد 2003 مو بس مهم شيء وإنما ما ببال الدولة ولا للحكمون بحيث وزارة الثقافة يا هؤلاء الطوهياء مايردين لأنه ما بيهلها مشاريع بناء ومدرية قابلة للبوق كلها بيها نشاطات ثقافية والتنوير هما مايردون جهة نور الشعب وتفتع عينه على فسادهم وعلى بوقهم يعني الصحافة بالدولة المحترمة واللي بيها قانون وبيها عرف وبيها يعني أشياء ثابتة إلها دور ودور كل تبير بس لأنه النظام ماكو لا يعترفه بقانون لا بعرف لا لا بكل دساتير العالم لذلك يشوف ماكو تأثير بالصحافة رغم أنه يتحاول وتسعة وجاهدة ونطة حوالي بالأربعمية وخمسين صحفي شهيد لأنه كان صوتهم عالي وكانوا يفضحون الفساد ويأشرون مكامل الخلال دولة ما بحاجة للثقافة يحتاج أن نرجع للقانون إذا الدولة وإذا الفرد القانون الموجود قانون جيد ويخدم كل الشريح وحتى الدولة يخدمها بس قلت لك توجه الدولة عايفة القانون بكل شيء مو بس بالصحافة يعني بكل مجالات الحياة خلت القانون على صفحة تأخذ منها ما يصرف لها بعدين هسا صارت يعني حتى الصحافة من تأشر مكامل الخلال ما عادت تأثر تقول على البرلماني حرامي يطلع البرلماني يقول أنا حرام مش حان مو طلع بالجسمة قال أنا أخذت رجوه وعيني عينك فش تأثر تقول عليه حرامي هو يطلع بنفسه يقول حرام يعني ما طول أنه باقي هذا النظام بهذه الطريقة ومغادرة القانون والعرف والتعليمات والتوجيهات الصحيحة فما تقوم قائمة لا للصحافة ولا الثقافة بشكل حاب طبعا الثقافة والعلم هي مقياس تقدم الشعوب فالإنسان المثقف ينظر إلى الحياة دائما نظرة تفائلية نظرة علمية نظرة عقل يختلف طبعا الإنسان اللي ما يطلع من الثقافة والإنسان الأمي الثقافة تأتي من خلال الكتوب من الطلاع من خلال الشعر والقصائد الطلاع على اللوحات أدينا كثير من المبدعين في هذه المجالات الأدبية والفنية لكن للأسف الشديد فترة الأخيرة لم نرى اهتماما من قبل الحكومة بشريحة المثقفين وهناك معاناة لهم على سبيل المثال هناك كثير من الكتاب كتاب القصص والروايات أو الشعر يطبعون الكتب على حسابهم الخاص كأن يكون مثلا موظف ويطبع الكتاب على حسابه من خلال سلفة معينة ويقوم مثلا بتوزيع نسخ منها من خلال قامة جلسة ثقافية وتوقيع كتاب كذلك من ناحية مثلا الرسام الرسام اعتماد على جهوتهم الشخصية بتوفير الأدوات واللوحات والمستزامات الرسم ترى كثير من المبدعين لكن للأسف لم يكن هناك اهتمام بهذه الشريحة أيضا الشعراء والفنانين قبل قليل أنا كنت مع فنان ريفي قال أنا سجلت كاسيت قبل فترة كلفني يعني مساعدة كلفني حوالي مليون دينار قبل نرى يعني ذاعو التلفزيون مفتوحة للفنانين بصورة عامة ولا سيما ريفين برنامج كان أصوات من ريف كل جمعة كان يقدم ونسمح هذه الأغاني الجميلة لكن اليوم للأسف الشديد كل مثلا الفنان صعب أنه يسجل أغنية كذلك مثلا الرسام والشاعر والكاتب يطبع الكتاب إذن التليف يكون والطبع يكون مكلف له كذلك معاناة يعني رواتب مثلا تكون قليلنا نتمنى يعني من الحكومة أن تكون هناك مثلا رابطة أو تضم هذه النخبة من المجتمع نخبة المثقفين أن تهتم بهم من شعراء من كتاب من الفنانين لأنهم يمثلون واجهة المجتمع كما قلت لك أنه الثقافة والفن هو يعتبر صرح صرح الواجهة الثقافية لكل بلد يعني البلد يقاس بتقدم الفن فنه المثقفية ومبدعية فنتمنى إن شاء الله من الحكومة أن تهتم بهذه الشراع وأن تهتم بالشباب وتهتم بالفضائيات إن شاء الله وأمننا كبير بذلك أكثر شريحة بالعراق الضررة هي شريحة المثقفين والسبب بأن المثقف ما يقدر يتجاوز يعني المثقفين هستقاعدين أكثرهم أجار ما تيقي مثقف أديب أو شاعر أو مؤلف أو ملحن يروح يتجاوز ويقعد بأرض مؤرضة أو بيت مبيته يقعد أجار ويدفع راتبة أو التقاعد مالة أكثر من هذا الضرر تصرفات وزير الثقافة الحالي للأسف وزير الثقافة يعني أنا من خلال ملاحظتي إليه خلال من السلم لحد الآن ما يختلف عن البقية يعني للأسف الوزير الثقافة إذا يجي عطشان صور عطشان إلى أن يقوم بتكريم ويكرم وزير الثقافة المفروض يعتني بالمثقفين يعني هذا شارع المتنبي وهي هنا المنتديات وهنا عندنا تواجد الناس تيجي بس بالجمعة على الأقل أسوي أنترنت مجانا بهالمنطقة لأنها كل دول العالم مكان تجمع المثقفين يكون بي أنترنت مفتوح لكن إحنا بالعراق حرب على المثقفين حرب علنية رئيس الوزراء حارب المثقفين رئيس الجمهورية حارب المثقفين رئيس البرلماني حارب المثقفين ليش؟ المثقف ما هي أذي أحد المثقف ما هي روح يتجاوز المثقف ما هي روح يبوق يسرق المثقف مستحيل يؤذي أحد لأنه هو مثقف يعني أنا بالنسبة تعريف المثقف هو من يطبق القانون على نفسه وعلى غيره فالرئاسات الثلاثة ما لا شغلة بالقانون لأن حاليا اللي مستفاد منه السارق المزور كل شخص يؤذي المجتمع حتى مستفاد يعني فرصة للحرامية فرصة للفساد ويطلعون الرئاسات الثلاثة والوزراء والبرلمانين اللي بدون يحاربون الفساد من تحاربوا روحكم أول فاسد اللي تريد تعرفها بوعب المراية من ذول الرئاساء فعليهم محاربة روحهم أنفسهم تغيير ما القضية التغيير حيتغير يعني الوضع العام ما يتغير من سيء إلى أسوأ ومستمرين لا تعينات المتقاعدين مليونين أكثر من مليونين وقفوا بالشارع حوالي ساعتين ثلاثة يردون يواجهون رئيس البرلمان وما واجههم بعد شساب المثقف نحن لا نمتلك طبقة مستقفين تحاول تخدم وتتبنى مشروع وطني المستقفين هو مرآة عاكسة للحالات السلبية والحالات الإيجابية سواء كان على الواقع الاقتصادي الواقع السياسي الواقع الاجتماعي طبيعة المجتمع العراقي في الوقت الحاضر أبعاد المثقفين أبعادا كبيرا لماذا؟ لأن الطبقة السياسية الحاكمة مقسمة حسب الهويات حسب الثقافات وهذا الواقع أدى إلى تقسيم المناصب وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وكذلك تقسيم الهوية العراقية وتقسيم الطبقة السياسية إلى حصة الشيعة وحصة السنة وحصة الكرار ناقل مثلا وزير الثقافة محسوب على كتلة معينة وزارة الدفاع على كتلة معينة وزارة الداخلية كتلة معينة وكذلك التجارة والكهرباء الواقع العراقي السياسي مقسم وهذا التقسيم أبعد الواقع الثقافي على المشهد السياسي أو المشهد اقتصادي ومشهد اجتماعي إحدى بالوقت الحاضر لا نمتلق قرار الواقع السياسي لا يمتلق قرار في إنتاج واقع الثقافي لأن القرار السياسي مقسم إلى عدة أجساء وما نعرف منه هو صاحب القرار هل هو عادة عبد المهدي صاحب قرار أم برهم صالح أم الحلبوسي أم مجلس النواب أنا أعتقد الطبقة السياسية أبعدت المثقفين والتهجهت إلى تقسيم الهوية الوطنية والتهجهت إلى تقسيم الامتيازات والمناصف نأخذ مثلاً بالوقت الحاضر وزارة الدفاع وزارة الداخلية لها نسريات كبيرة فشوفوا الصراع السياسي على هالنسرية وليس على خدمة الشعب العراقي وكذاك الواقع السياسي نحن بالوقت الحاضر نتمنى من الأمريكان اللي جابوا هاي الطبقة السياسية الفاسدة بتبديلها طبقة جديدة تؤمن ببناء هوية وطنية تؤمن ببناء مشروع واحد للشعب العراقي وتؤمن برفض تقسيم الهويات وتقسيم الثقافات والاتكال على هوية وطنية واحد تمتلك قرار يخدم كل ألوان وطبقات المجتمع العراقي أنا أتمنى أتمنى بالوقت الحاضر نتمنى من الأمريكان تشكيل حكومة إنقاذ وطني وأعلان حالة طوارئ من أجل بناء الدولة العراقية ومن أجل التخلص من قياسات الأمم المتحدة اللي تقول العراق سالد دولة باللصوص وأسوأ جواز السفر هو عراقي وكذلك أسوأ عاصمة في العيشية بغداد وكذلك تقول الأمم المتحدة ارتفاع درجات الحرارة العراق صار مرتبة أولى في آسيا في ارتفاع درجات الحرارة إذن من أجل بناء واقع ثقافي التخلص من هذه المواصفات وبناء نتمنى من الأمريكان لجابون هذه الطبقة الفاسدة بناء دولة عراقية تمتلك مشروع يخدم كل ألوان وطبقات المجتمع العراقي لعبة أجانب ومذاهب لعبة ألوان الشفافي لعبة اللي بالحكومة الشون يجمع ما رصافي ما يهم الناس ترجف المهم بس هو دافي والمهم نوره بغرفته وخلي كل البيض طافي كبرت اللعبة بلدنا وماكوا واحد قال كافي اللي عنده فلوس ماشي عايش ببدوته صافي واللي ما عنده تشوفه مثل تمتلك هذا الرصافي واقف وما ينشي خطوة وربك الشافي المعافي بصراحة في لقطة الحالي بسبب الظروف الاجتماعية والمعيشية تكاد أن تعدم الطبقة الثقافية تسعين بالمئة والمسرح هو مثل ما يقول وسيلة الحياة والفن انعدم نهائيا بسبب وجود الأحزاب الدينية الذي لا تحب أن يصير الفن تحت ذريعة إنه حرام لكن الفن هو اللي يطور البشر من ناحية ثقافية نرى في الأحيان إنه المثقفين يفترشون الكتب على الأرصفة والأحلية حشاكم في جامخانات هذا أخطر شيء يمسي الثقافة فنرجو من الحكومة أن تدعم الثقافة والفن لأن الكتاب خير جليسي لي الكتاب هو اللي يوعي الشباب يوعي الأطفال يعني نحن كان الطفل من بدايته يقرر مجلتي والمزمار يفتع عيني يطور رسم هسه ماكو يشدعونا على الألعاب نارية أسلحة ألعاب أكبر من عمره الموة وتمشين العلام الموة فإن شاء الله نمل إحنا بالحكومة تدعم الجانب الثقافي يعني هذا المنتدى حلو يحتوى على الفنانيين وشعراء والأدباء بس قليل يعني يجمع بس يوم جمعة ما يكفي له نحتاج إلى تطوير مراكز شباب ومراكز توعية ثقافية ومنتديات كبيرة ومؤتمرات للشعر والخطابة والأدب وإنشاء مسارح وتطفير الفين وحتى الرياضة الرياضة تعتبر شيء تابع للثقافة والصحة والأدب وكل شيء إن شاء الله نحو المستقبل من أجل بناء عراق زاهر ومتحضر المثقف المثقف هو نواة أو ركن أساسي من أركان المجتمع تقاس تقدم الشعوب وحضارات الأمم بمثقفها بواعيها بعلمائها إذن الثقافة جزء من العلم والعلم وثقافة مكتملان عاملان يكمل بعضهم والآخر فإهمال هذه الشريحة المهمة وعدم فسح المجال الكافي هذه الشريحة يعد إهمالاً في جميع نواحي الحياة لو لا المثقفين العفو لو لا المثقف لما وجدت أصوات تطالب بالتغيير لو ترك الإنسان على هامش الحياة لا يستطيع المطالبة بالتغيير ولا يعرف ما هو الأفضل إذن الثقافة ركن أساسي من أركان الحياة الحياة بصرعة كما يقال الماء سر الحياة إذن الثقافة سر العلم وكما الثقافة أهملت هنا إذن رح تهمل جوانب كثيرة من حياة المجتمع بسبب الإهمال نلاحظ في بداية سقوط بغداد عام 656 هجرية المغول لم أجوي دمروا شكوا مكاتب شكوا دور العلم إذن عشنا تقريباً 400 أو 450 سنة معتمدين على تحفيظ القرآن للأطفال في المساجد يعني الثقافة نزلت من ألف درجة إلى تحت الصفر فإذن بناء ثقافة جديدة يعتاج المواطن بالعراق أو خارج العراق أو أي دولة إلى بناء ثقافة نلاحظ مثلاً دولة الإمارات العربية الشقيقة كانت ثقافتها في السبعينات تقريباً 3% أو 4% أصبحت الآن دولة متقدمة متطورة مبال هذه الشريحة يحتاج المتقف إلى كثير من أمرهات أولاً الاهتمام بهذه الشريحة من خلال تطوير المناهج تطوير الوسائل مو بس المناهج التعليمية المناهج التعليمية تكون محددة المناهج الثقافية يعني أبسط مثال عدنا مثلاً في التربية دروس التربية الرياضية ودروس مثلاً وكانت هناك مجالات للقراءة في مكتبات من المدرسة حالياً ما موجودة دروس الرسم قاموا يستغلون مدرسين المواد العلمية يأخذها إضافي في درس آخر مثلاً أبو الكيميا يأخذ درس الرسم أو يأخذ درس الرياضة هو درس ترفيه بس ثقافي رح ينوي قابليات الطالب والطالب هو اللبنة الأولى في المجتمع طلاب خاصة الطلاب الابتدائية ومتوسطة هم النواة الأساسية حجر الأساس في بناء مجتمع مثقف راقي إذا لا يوجد شعب مثقف راقي إذا نفعل حياة السلام تهميش بالنسبة للمجتمع تهميش الكثير من أبناء المجتمع العراقي أولاً تهميشت الفنانين طبقة الفنانين طبقة المثقفين تهميش المتقاعد تهميش المؤدرس كلها تهمشت يعني ما بقفت شي بالعراق نذكر إذا ما هو تهمش والنسبة بالضبط سواء الخدمات سواء التعليم سواء الصحة سواء كل المجالات تهمشت لكن أكو أماكن ضررت أكثر واللي هي أنا أذكرها بالبداية هي الطبقة المتقاعدين هاي الطبقة اللي من خلال فترة التغيير إلى الآن شعرت أكثر طبقة بالتهميش واللي ما سمعنا أو راقبنا من خلال الإعلام أو من خلال الصحوف أو من خلال شيء التفت أحد رؤساء هاي الحكومات اللي تعاقبت العراق من 2003 إلى الآن وانتبه إلى هاي الشريحة اللي هي تعتبر وسط العراقي أفقر شريحة بالمجتمع العراقي أولا المتقاعد إحنا بلد نفطي بلد ثروة بي نفطية ليش هاي الثروة المالية تتقدم للنواب وتتقدم الأحزابهم وتتقدم إحنا المصالحهم الخاصة والأبناءهم بالوقت هاي الشريحة البسيطة كل شيء ما حد ملتبت عليها يعني مجرد عايش قوت يومي اثنيا أنا أعتب على الدولة الدولة همشت الكثير من الفلانين الفنان هذا العراقي اللي يقدم حياته وقدم شبابه وقدم صحته الخدمة المجتمع العراقي لكن بالحقيقة يموت هذا الفنان يالله بعديا ورا سنة أو سنتيا لو يذكرونه أو ينسي نهائيا حتى ما يعرف عائلته منهم أهوية الفنانين العراقيين أنظلموا بالعراق القسم هاجر والقسم توفى والقسم يعني اعتزل عن العمل الفني وهاي أنا أعتبرها كمواطن عراقي هي خسارة للفن والفنانين العراقيين الرسامين النحات وين العراق هذا العراق اللي كانت الساحات يعني تنبض بالحياة ما للنحاتين العراقيين العراقيين ونسي يعني الريد فتساحبها في التمثال جديد الفنان العراقي الريد مسرحية من مسرحيات الثمانينيات اللي كانت عندنا فطاحلة هس الفن العراقي يفتقر لكل شي ماكو يعني الفنانيين العراقيين مسحوا نهائيا يعني ماكو عندنا وزارة ثقافة التابع الفنان العراقي تقول هذا الفنان العراقي اللي كان يبدع ويقدف الثمانينيات ونختفه ونراح شو نسأل أسباب السبب الرئيسي يا أستاذ العزيز هو عدم المتابعة الشريحة المثقفة المتعلمة اليوم مهمولة من 2003 إلى هذه الساعة من موسيقى من إعلام من كتاب من فنانين من مسرحيين من كافة هاي الشريحة المهمولة مع الأسف الشريحة وما ينضج هذا البلد وما يرتقي إلا بالفنانين والمثقفين والمفكرين هذا اليوم نحتب على وزارة الثقافة اليوم وزارة الثقافة هاملة هذا الشيء لماذا؟ هناك دس وتدمير إلى هذه الشريحة المرموقة ومع الأسف الشديد ويوعيب ونعيب على رئاسة البرلمان من 2003 إلى هذه الساعة لم يشرحوا قانون حقيقيا لدعم هذه الشريحة الحقيقية التي هي واجهة البلد واجهة الإعمار نحن من علمنا العالم الكتابة والقراءة والكتابة نحن هالسومر نحن هالحضارة نحن هالبابل لماذا؟ همشت الاستعمار الأمريكي اليهودي لدمار هذه الشريحة الحقيقية لإنهاءها نحن هالحضارة ونقول لهم إن شاء الله نحن علمنا العالم الحضارة أمس وغدا واليوم طبعا المثقف العضوي أو المثقف النقدي لا يجب أن ينتظر اهتمام من قبل الحكومة أو من الجهات الرسمية أبدا المثقف الحقيقي المثقف الذي يعمل من دون مقابل المثقف الذي يحاول أن يثور الوعي لدى الشعب ويحاول أن يرصد مساوء الحالات الاجتماعية والسياسية والأخطاء المرتكبة سواء كانت الاجتماعية أو حتى السياسية المثقف هو من يتوغل في داخل الجماهير لإحداث طفرة كبيرة ونوعية في تفكيرهم وفي اسلوب وإداء عملهم ولهذا هو لا يجب أن ينتظر عطاء أو ينتظر منة سلطة معينة دائما السلطة يضد المثقف والمثقف الغير حقيقي أو المثقف السلطوي أو الذي يصبح بوقا للسلطة هو الوحيد الذي تستقطبه السلطة وتعطيه المال وتعطيه لكي تستقطبه أكثر ولكي تتبنى أكثر ولكي يكون يعني عاكسا لكثير من مساوئها بشكل آخر المثقف الحقيقي المثقف الذي لا يهتم لأن تكون السلطة أي أن كانت هو ناقدا لها وهو ناقدا لكل المواقف ولكل السلوكيات الاجتماعية السياسية الاقتصادية الثقافية التربوية يهمه أن تكون هناك تعليم متطور صحة متعتطورة خدمات متطورة يهمه عدالة اجتماعية ولهذا لا يجب أن تنخفض معنويات المثقف لأنه لم يكن قد حصل على شيئا ما من قبل السلطة أجواء ديمقراطية لدينا في العراق وعلينا يستغل أجواء ديمقراطية من أجل أن يشتغل لصالح الجماهير فقط حقيقة بعد 2003 اليومنا هذا هناك تغير كبير بالنسبة للمواطن العراقي وهناك طرأت كثير من الصفحات بالنسبة للوسائل الإعلامية المتعددة المثقف العراقي في العراق يعاني الكثير المثقف العراقي هو استطاع أن يرسم صورة جميلة بالواقع الثقافي العراقي ما لاحظناه بالفترة الأخيرة هو التهميش والإهمال للمثقف العراقي إذ نقول بمعنى آخر الرجل المناسب بالمكان الغير مناسب هناك مؤسسات إعلامية هناك كثير من المؤسسات تركت المثقف العراقي وأخذت هي تبحث على الناس الذين لا يججون الكفاءة الموجودة ولذلك اليوم المثقف العراقي من الشعراء والأدباء استطاعوا أن يرسموا صورة جميلة صورة يوضحوا للعالم الثقافي والشارع الثقافي كثير كانت لهم مواقف جميلة مواقف لتوعية الناس على كيف ننتخب الإنسان المناسب وكيف نضع الشخص المناسب في المكان المناسب المثقف في الفترة الأخيرة رغم التهميش لكن هو استطيع أن يرسم صورة جميلة للمثقف العراقي المثقف العراقي حقيقة هو في وادي والحكومة العراقية في وادي ثاني ما لاحظنا هناك إهمال كبير وإهمال متعمد للحكومة العراقية لأن المثقف العراقي هو يعي ويدرك كل شيء ويدرك ويستطيع أن يميز الخطأ من الصح وممكن أن ينور كثير من الأمور التي يجهلها الشارع العراقي وما لاحظناه اليوم هو نبقة المثقف ونبقة وفكرة عقلية المثقف تتميز عن بقية الناس في كثير من الصفحات نجد أن المثقف هو يجد في العربة مع الركاب في المقاهي في القازينات أنا أقول وبصاحة المثقف يحتاج إلى دعم الحكومة يعني هناك إهمال متعمد كمان أوهد بالنسبة للحكومة دائما كل الإنجازات إذا لم يكن هناك دعم من الحكومة العراقية ترعى هذا المثقف وتضع هذا المثقف في الطريق الصحيح ممكن أن ينجح لكن هذا الإهمال المتعمد للحكومة العراقية وكثير من المنتديات وكثير من المؤسسات هي فشلت وفلست ماديا لأن لم يكن الحكومة العراقية لها بصمة ولها دور في إيصال فكر وعقلية المثقف العراقي إلى الشارع العراقي وإلا ذا ما يطمح إلى المثقف العراقي هو إهمال شريحة الإعلاميين والمصورين والصحفيين إهمال بصراحة واضح للعيان والدليل نحن الموثقين في شارع المتنبي لم يطرق بابنا أحد من أجل الوقوف معنا دعما ماديا ومعنويا من أجل ديمومة التوثيق الإعلامي لشارع الثقافة شارع المتنبي إحنا نشتغلها لحسابنا بدون رواتب بدون كذا تابعين وكالات معتمدة في نقابة الصحفيين الحمد لله المشكلة هنا إحنا بصراحة عتبنا على الحكومة الحكومة لا يجب أن يكون لها دور فاعل من أجل دعم هذه الشريحة المهمة ليس في العراق فحسب في كل دول العالم لأن شريحة الإعلام هي المرعاة العاكسة بين الشعب والحكومة بصراحة هو الحديث طويل عن هذا الموضوع لكن منه يتطرق إلى هذا الموضوع المهم كثير من الوكالات وكثير من الفضايات تطرقت إلى وضع مأساة الإعلاميين من أجل دعمهم ماديا ومعنويا لكن دون جد والأسف الشديد فراجين من الحكومة المركزية وحكومة المحلية نحن الإعلاميين مع الحكومة مع الشعب في آن واحد على خط واحد بصراحة مع الحكومة بس نريد أن يكون الهم دور تجاه هذه الشريحة المهمة من أجل الاستمرارية وديمومة التواصل مع المواطنين ونقل معاناة المواطن إلى المسؤول وهذا هو هدفنا بصراحة هدف كل إعلامي وهدف كل مصور موجود أن ينقل حقيقة ما يدور في الشارع العراقي وفي كل أمور الحياة التي تهم المواطن العراقي لذلك أنا بصراحة أطالب الحكومة أن تضح حل لتهميش شريحة الإعلاميين والمصورين والصحفيين في العراق وهذا واجب وطني هو جاين من أجل خدمة العراق الغالي وشعبه الأصيل بالتأكيد اليوم النظام السياسي القائم بعد 2003 يعني يقول أنه نظام ديمقراطي لكن تبين بعد هذه التجارة المريرة وهذه السنوات على التغيير أنه نظام قائم على المحاصصة قائم على القومية على المذهبية الطائفية فأهملت كثير من القطاعات المهمة في بناء المجتمع وبناء الدولة ولعل يعني إحداها هي شريحة المثقف شريحة الفنان تعرف أنت كل دولة إذا تريد أن تبني مجتمع فهي تحاول تنمية الحس الثقافي الحس الفني هذه المواهب حتى تضمن سلامة البنية الفكرية للمجتمعات لكي لا تتعب عليها صحيا ويعني أمنيا كلما كان المجتمع واعي مجتمع يقرأ مجتمع مثقف كلما قلت نسبة الجريمة نسبة المرض لكن في العراق مع الأسف الاهتمام والتركيز على قضية بيع النفط والحصول على الوزارات الدسمة فأصبحت هذه الفوضى اليوم السائدة في بلدنا مع الأسف لذلك أنا أقول على المثقف وعلى الفنان أن يرفع الصوت عاليا أن يحتج لأن حقوقه ويعني ما يجب أن يوفر إليه قد ضاع في هذا البلد والساكت يعني في بلدنا مع الأسف تغبن وتغيب حقوقه والدليل أن كل ما تحصل مظاهرة فأن دولة تنزل إلى الشارع وتلبي طلبات المتظاهرين لكن مع الأسف لم نجد في يوم من الأيام تظاهرة للمثقفين تظاهرة للشعراء للطبقة الواعية من أجل تصحيح هذا المسار الخاطئ حتى تضمن حقوقها وتكون منار تهدي به طبقات المجتمع الباقي لأن المثقفين والطبقة الواعية هي التي تبني وهي التي تقود فإذا غيبت هذه الشريحة المهمة قطعا سيكون الجهة الحاضر التخلف والدليل هذه الشخصيات التي اليوم تقود العملية السياسية وأكثرها هي شخصيات دمج غير واعية غير مثقفة مما أدى بالبلد إلى هذا الوضع المزري وهذا الخراب الذي يضرب في كل الأسعدة وفي كل المجالات ما يخص أهمال الحكومي وخاصة وزارة الثقافة والإعلام بما يخص المثقفين والأدباء والشعراء والفنانين هو ما أعرف استهداف واضح للثقافة العراقية أم تقاسي أم تغاضي النظر طبعا أغلبية الفنانين العراقيين القدماء السابقين يعانون من أزمات صحية والطرابات نفسية ولكن لا يوجد أي مساعدة من قبل وزارة الثقافة بزيارة الفنانين السابقين أو الفنان المريض أو المحتاج ويقفون معه جنبا عن الجنب لإخراجه من محنته المرضية أو محنته المادية أو محنته الاجتماعية يجب على الحكومة العراقية ومجلس النواب أن يسنوا قانون واضح وصريح بدعم المثقف العراقي والفنان العراقي والممثل العراقي وجميع شرائح المثقفين والإعلاميين والصحفيين وكل الطبقات الراقية في المجتمع العراقي يجب أن يكون هناك حماية لهم ودعم خاص من قبل وزارة الثقافة والإعلام لا نشاهد أي تكريم من بداية السنة لحد الآن لمثقفين أو أدباء أو شعراء أو فنانين أو مخرجين أو معدين أو منتجين لبعض الأمور السينمائية والمسرحية وإصدار الكتب وترويج الثقافة للشارع العراقي لم نشاهد أي تكريم من قبل وزارة الثقافة والإعلام يجب أن يكون لوزارة الثقافة والإعلام دور مهم وواضح وصريح اتجاه المثقف العراقي والفنان العراقي السابقين والحاليين لأن بعض الفنانين والمثقفين العراقيين يعانون من أزمات مادية من أزمات صحية من أزمات عدم توفير الأراضي والسكن للفنانين والمثقفين لأنهم مستحقين أصحاب مشروع وطني مشروع ثقافي قدموا الكثير بمرور أربعين أو خمسين عام لكي يدخلوا الفرحة والسرور إلى المواطن العراقي والطفل والشاب والمرأة وكبير السن لكي يكون الشعب ممتسم ومرتاح يجب على وزارة الثقافة والإعلام النظر بهذا الموضوع عن كثف تشكيل لجنة أو إصدار قرارات مباشرة بدعم الفنان العراقي والمثقف العراقي ونتمنى من وزارة الثقافة والإعلام أن يكون هناك أماكن متعددة مشابهة لشارع المتنبي في بغداد الآن في العاصبة بغداد المتنفس الوحيد والمنطلق الأساسي للمثقفين العراقيين والفنانين هو شارع المتنبي يجب على وزارة الثقافة أن يكون هناك مشروع كبير يخص بالمثقفين العراقيين والأدباء والشعراء والكتاب مشابه لشارع المتنبي لكي يكون تكون بغداد أكيد عاصمة الثقافة وعاصمة التراث والحبارة المثقفون بشكل عام أنت تقول إنهم مهمشون وأنا معك نعم لأن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة المثقفون هم العقل الذي ينور الآخرين والثقافة العراقية معروفة بتاريخها برجالها بتضحياتها وغالبا ما كان الهوى اليساري هو الذي يسيرها أقول غالبا ولذلك لا نعجب إذا ما رأينا هذا الزمن وقد أبعدها إلى حد ما لأنها لا توافق هواه لأن السلطة أي سلطة على مر التاريخ تريد لها وسائل إعلامها التي تبث أفكارها ومبتغاها لذلك غالبا ما نرى المثقف في هذا الزمن مهمشا فهو يمرض ونادرا ما تمد له يد المساعدة إلا إذا كان من المشهورين جدا ومن الأعلام واتحاد الأدباء يناظل من أجل أن يكسر هذه المسألة وقد سرني أخيرا ما سمعته من إنشاء لجنة لجنة يشرف عليها الشاعر الشاب عمر السراي لتنشئ صندوقا من تبرعات المثقفين والأدباء أنفسهم أرجو لهذه الفكرة أن تنال نجاحا لكي لا يمد الأديب يده إلى من لا يستحق أن تمد له تلك اليد يقول المتنبي إذا امتحن الدنيا لبيب انتكشفت على عينه حتى يرى صدقها كذبا الآن الجهل متفشي في كل المجتمع من ألفه إلى يائه لذلك المثقف معزول المثقف محارب المثقف مبتعد ومبتعد عن دائرة النشاط أو دائرة التقدم لذلك تجد الفنانين ليس لهم أي قيمة الآن في البلد تجد الشعراء أيضا في نفس الوقت لا يستطيعون أن يقولوا ما يريدون أن يقولوا سبب ذلك أن عدم اهتمام الدولة وليست هناك وزارة حقيقية للثقافة لتقف الموقف الشجاع تجاه المثقف لبناء المجتمع المثقف هو العمود الأساس لبناء المجتمع سواء كان المعلم أو الشاعر أو المطرب هذه الأركان أو هذه القامات الآن ليس لها قيمة في هذا البلد لتفشي الفساد والفساد لا يشترط أن يكون فساد في المال فساد سياسي فساد فكري فالإهمال نتمنى نتمنى مثلكم أيها الشباب الغيارة أن تكونوا الأدات أو الجسر إلى تنقية هذه الأجواء وإلى الاتصال بالأدباء وإعطائهم القيمة الحقيقية ليأخذوا دورهم في هذا المجتمع وفي إبراعية المثقف يحتاج الدعم الحكومي الدعم المادي والدعم ليست هناك دولة في العالم الآن كما تعرفونتم فيها قنوات فضلية أكثر من العراق هل هناك لو كانت للمثقفين وهذا الشواء لك ثلاث قنوات ثلاث قنوات بغداد والبصر والموصل كانت شنرية بالثقافة كيف تكون ميزة المجتمع العراقي ومن القديم هو ميزة الأدب والشعر والإبداع والحضارة فنرى العراقي القديم من زمن السومر وأكد كان يتميز بالإبداع والإحساس المرهف وهذا ما جعله شاعرا مبدعا فنانا تشكيليا وهذا جتنا المعلومات من القديم من الآثار القديمة التي كان يتحلى بها الفرد العراقي من قلقامش والأشعار والقصص والنوميس الأولى التي هي كانت شعرا وإبداعا وصولا إلى النحط والرسم وغيرها بعد ذلك وصلت العراقيون إلى الإبداع حيث أرسوا قواعد الشعر والأدب بالمبدع العظيم والعظم لله هو الخليب النحمد الفراهيدي الذي وضع أسس وقواعد الشعر وحفظه من الضياء هذا كله لأنه في ذلك الوقت كانوا المسؤولين والمجتمع العراقي والسادة المجتمع العراقي كانوا يشجعون الأدب والشعر وكانوا هم أدباء وشعراء الآن ومع الأسف من بعد في العصر الحديث ومن بعد تكالب الحروب الأهلية والتخسيم والطائفية والانقلابات التي مزقت الشعب العراقي ونهاية بالضياء العراقي في 2003 ظهرت طبقات هي ليست بالمستوى المطلوب حيث لا علم ولا فهم ولا إبداع ولا الاهتمام بالإبداع سوى الاهتمام بالمال والوصول والأمور الشخصية والمالية والجاح والشهرة فهذا ما سبب نسيانهم ناسين أو متناسين عن هذه الميزة التي تميز بها العراق من دون مجتمعات العالم نحن نعزي هذه المسألة أنه تهميش المثقفين لأن المثقف يضرب يد من حديد على الفاسد على المنحرف على المتخلف والآن ما نرى إلا الفاسدين المتخلفين هم الذين توصلوا إلى سدة الحكم واعتلوا المسؤولية المهمة في مفاصل المؤسسات المجتمع العراقي فيما يخص تهميش المبدع العراقي سواء كان شاعر روائي أديب مثقف أولا لغياب الدعم الحكومي وهذه نحتيها بكل صراحة اليوم ماكو مؤسسات تدعم الشاب اللي عنده بداخله فد بدرة أو فد ملكة شعرية ماكو أي دعم دعم فقط من المؤسسات الأهلية وإلا ما ندر طبعا الوضع الآن اليوم السياسي الاقتصادي الوضع الاجتماعي بشكل عام انعكس على كل مفاصل الحياة تعد العراقيين يعني اليوم استقرار الوضع الأمني يأثر على استقرار الجوانب الأخرى الجوانب الحياتية الأخرى الوضع الاجتماعي الوضع الاقتصادي لذلك الآن المتسيد على السطح حقيقة وكل العراقيين تشوفهم اليوم محللين سياسيين اليوم الوضع السياسي هو البارز نتمنى أن تعود الطبقة المثقفة الواجهة العراق المبدع اللي يشار له بالبنان في كل مكان أينما حل نتمنى أن يعود إلى الواجهة ويعود ويعكس وجه العراق المشرق والبارز لأن العراقي مبدع أينما حل وارتحل أكو تهميش واضح من قبل وزارة الثقافة والإعلام والدولة بصورة عامة لأنه حاليا هاي الشريحة الشريحة ما مدعومة نهائيا بأي شيء لأنه من تجي للعالم لنفرض أبسط الأمور أنت ادخلت بشارع المتنب بشارع المتنب كان سابقا يدخلون المثقفين وذوي الشهادات العرية فبصورة عامة حاليا انتهت الدولة بعد ما يدعم لها الشريحة المثقفة وللأسف يعني المفروض الدعم يكون واضح ومتميز لأنه قبل كنا في ذاك الوقت نجي لشارع المتنبي نلقى مليئ بالناس المثقفين اللي متواجدين بكل مكان بينما هسا من تطبيع المتنبي تلقي الكتب مشمرة بالشارع بس بس مجرد مرسون على الأرصفة تجي تريد لك واحد مثلا السئلة تقول هاي كتب رصينة وكتب ثقافية ممتازة يقول لك هذا الكتاب ألفين دينار ما يفيدني هذا الكتاب يعني والناس بصورة عامة هم تعبانة هم أطيحة لأنه مادام ماكو دعم من الدولة طبعا المثقف ما يقدر يشتري كل شي يريد دعم من المثقف يريد دعم من الدولة يدعم من وزارة الثقافة والإعلام دعم مستمر لأنه إذا ما يحصل دعم للمثقف العراقي تنتهي الثقافة العراقية تنتهي صراحة هذا الموضوع اللي طالما يعني عزف على هذا اللحن الكثير من يعني نقدر نسميهم الإعلاميين المدونين أصحاب الصفحات الفيسبوكي موقع التواصل الاجتماعي لكن هو بجنبتين جنبة العتب على الفنانين أنفسهم ولا ننكر أنه العتب على الجهات الرسمية الجهات الرائية الجهات الحكومية بعنوانها التشريعي أو التنفيذي يعني التقصير واضح لكن ليس بالمستوى الذي نراه على الساحة خلو الساحة من فنانين لأنه الجنبة الأخرى هو العتب واللوم على الفنان بنفسه أنه الفنان يستطيع أن يقدم فنه وإبداعاته ولوحاته واستعراضاته وكتاباته ومنحوتاته وأعماله اليدوية والفرصة متاحة للجميع يعني عندك المعاهد الإعداديات يستطيع أن يتعامل معهم ويقدم نتاجه نتاجه الفكري الأدبي الفني وهكذا في المجالات الأخرى فالباب مفتوح على مسراعي لكن التقصير واضح من نفس الفنان وبنفس الوقت لا ننكر أنه التقصير واضح من الجهات التنفيذية والتشريعية يشكل الطبقة المثقفة في أي مجتمع يدعام الإساسية للتنمية لتوجه التنمية البشرية أو نهوض إنساني دون المثقفين المثقف هو القادر على صناعة المستقبل وهو الذي يحدد رؤية الطريق المشكلة هناك قطيعة بين السياسيين والمثقفين وهو قطيعة تعود الأسباب فكرية وسياسية وغيرها من الأسباب المطلوب من الدولة لعاية خاصة المثقفين لأن المثقف هو القادر على صناعة تنمية حقيقية عدنا الدولة في واد والمثقفون في واد آخر المطلوب بناء مؤسسة ثقافية حكومية فائلة وقوية قادرة على استيعاب المثقفين وتوفير البناء التحتية لهم وكذلك القطاع الخاص تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال بالأسف المؤسسات الحكومية عندنا ما زالت قاصرة بسبب نقص الدعم المادي لها بتقبل احتاج المثقفين تعتبر الثقافة هي الركيزة الأساسية للتعريف بقدرات البلد ومبدعه لكننا للأسف الشديد نلاحظ بأنه هناك تقصير واضح بالاهتمام بشريحة المثقفين والفنانين عموما وهذا دلالة واضحة على أن المشؤولين عن الشأن الثقافي العراقي لا يولوا الاهتمام بهذه الشريحة التي قدمت وأعطيت وحرفت العالم بأسره بما يقدمه الأديب العراقي والفنان العراقي لذلك طلب من الجهات ذات العلاقة بأن ترعى هذه الطاقات وأن تقدم كل ما يمكن تقديمه من أجل تحسين مستواهم المعاشي والارتقاء بهم نحو ضفة أخرى يشعرون بإنسانيتهم يشعرون بوجودهم يشعرون بعطائهم ويشعرون بأن هناك من يقف وراءهم يساندهم ويرعاهم ويقدم لهم كل الدعم المطلوب الحقيقة ليس الشأن الثقافي أو الفني العراقي هو مهمل لكن هناك قطعات أخرى من المجتمعات أيضا أصابها الإهمال وأصاب التلك في عمل المؤسسات التي تعنى بهذه المجالات دعوة مخلصة للجميع بأن يهتموا بالمواطن العراقي بجميع شرائحه شرائحه وفئاته وقومياته ومذاهبه وطيافه لكي يكون العراق بلد حقيقة يستحق أن يقال له بلد الحضارة والجمال ونرقى بمستوى العراق عموما إلى ما كان عليه سابقا لأن العراق هو بلد الثقافة العراق هو شعب نوره على جميع الأرجاء لذلك نلتمس من الجهات المسؤولة عن قيادة هذا البلد أن تولي الاهتمام لجميع شرائح المجتمع بما فيهم المثقفين والمبدعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر